موسيقى 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 عليه الجريمة فاهم عصدي ايه يعني مش غلطة الناس كلها تشوفها وتمسكها عليه كلها من تحت الترابيزة كلها ضرب تحت الحزام فأولاد في توقيت مهم السفزز اللعبين تطلع الفريق اللي انت عايز تخسره برا تركيز في المباراة تعمل حالة توتر دايما فأولاد تتحسب هنا ومتتحسبش هنا رغم انه نفس اللعبة وبالتالي يعني الراجل المتمرس بشكل كبير جدا في فكرة انه يتحكم في سير المباراة او في نتيجة المباراة ودي كانت واحدة من علامات الاستفاهم انت بتتكلم على اهم واحدة من اهم ثلاث مطشات في البطولة يعني بتتكلم على واحدة مطش من اهم ثلاث مطشات في البطولة قبل النهائي الدور قبل النهائي فيما عندك مطشين يطلع منهم طرفين يوصلوا المباراة النهائية فكان من الطبيعي جدا 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 وكان من المنطقي جدا جدا انك تبعد عن اي شبهات في المباراة زي دي وخصوصا لما يكون الطرفين الحقيقة فيهم بلد منظمة يعني احنا مش باللعب السنغال ولا بركينا فاسوا مثلا في مباراة قبل النهائي فنوعا ما لا هيكون فيه ضغط ملعب ولا جمهور ولا دولة منظمة لكن انت بتلعب مع الدولة المنظمة صاحبة الملعب وصاحبة الجمهور واللي الكاف بالتأكيد بالتأكيد يعني يهمه انه هو يرضيها ويسترضيها ويهمه اكتر انه كاميرا تكون في طرف في مباراة النهائية عشان البطولة تظهر بشكل ناجح بدل ما تبقى مباراة ميتة زي ما ماتش مثلا السنغال والجزائر كده لما كان بيتلعب في مصر ما تحسوش نهائي تحسو مباراة في دور المجموعات فطبيعي جدا 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 انه كان يبقى فيه حكم معلهوش اي علامة شك يعني ما تديش فرصة لحد ان يشكك في نزاهة الاتحاد الافريقي ومنظومة التحكيم ولكن هايهات واللي دائع اكتر بقى هو عجزك في التعامل مع حاجزك اذا انا عارف انه اتحاد المصري اعترض على تعيين بكالي جسامة في المباراة ولكن في النهاية احنا قدام امر واقع هيفرض علينا وفي النهاية بكالي جسامة هو اللي يحكم المباراة زي بالزبط ما كان عندك السنغال موجودة في المنافسة وكان عندك ماتش المغرب حكمه سنغالي يعني السنغال طرف معاك في بطولة وهي هتكون معاك طرف كمان في منافسة كاس العالم وبالتالي حضرتك حطت حكم سنغالي لمباراة مصر والمغرب باي عقل وباي منطق ففيه علامات استفهام كتيرة جدا ومش محتاجين نرجع لأول لبطولة بقى ونشوف مشوار الكاميرون ونشوف الكوارث التحكمية ونشوف اخطاء تحكيم فاداحة يعني معرفش يعني امتى هنبتدي بقى ننسى المرحلة دي ونفكر او المسؤولين في التحاد الافريقي كل تفاقل حقيقة لما تولى متسبي رئاسة الاتحاد الافريقي وكل قال ان الرجل ده جاي يغير مفاهيم ويتطور بنية تحتية ويتطور الناحية التقنية ويتطور ويدي الكوادر اللي في الاتحاد الافريقي وليجان التحكيم والمراقبين ومش عارف ايه ووردشوبس ودورات تأهيلية وتدريبية ويسفروا برة ومعايشات وناخد الكرة الافريقية ونطلع لفوق لكن على ارض الواقع ما فيش حاجة تغيرت هو نفس السيستم وهو نفس النظام تتغير الاشخاص وتتغير الاسماء ولكن في النهاية كيفية ادارة المنظومة المنهج واحد والكتاب واحد طيب هروح لأخبار فرقتنا وزي ما حضراتكم شايفين في الملعب كده الفريق انا عايز اقف مع تصريحات موسيماني النهاردة شوية خليني اقول لكم انه رغم انه عينة موسيماني ايجابية لكنه عمل محاضرة فنية قبل ما لعيبها تسيب الفندق بالفيديو كونفرنس يعني في زمن الكورونا كل الشيء ورد ورد المحاضرة الفندق بالفيديو كونفرنس وما فيش ما يمنع منه كمان يكون بيتابع التمرين اونلاين يعني حد فتح له الكام وهو قعد بيتفرج ويتابع لعيب وممكن يكون بيقول توجيهات كمان مثلا لكابتن سامي قمصان او حاجة لكن في النهاية الراجل تكلم وقال تصريحات مهمة جدا هقف مع اهمها لحضراتكم واحد قال طبعا انه سعيد طبعا بمشاركة تاني مرة على التوالي مع النادي الاهلي في في كاس العالم الاندية وقال ده الطبيعي الاهلي طبعا حد تعبيره هو شخصيا الاهلي براند كبير جدا ويستحق ان يمثل مصر ويمثل قارة افريقيا في اكبر البطولات الدولية قال احنا مش جايين نهزر قال انا عندي لعيبة مؤمن وواثق تماما في قدراتهم ومش جايين عشان نقدم اي اعذار رغم كل الصعبات اللي بنواجهها لكن احنا مش رايحين البطولة دي عشان نقدم اعذار للجمهور احنا هنقدم ونكافح لغاية اخر لحظة وهنكتب تاريخ جديد في بطولة كاس العالم الاندية في نسخة ابو ظبي وقال كمان ودي بقى النقطة الاهم يعني انا الحقيقة بشوف انه احد افضل يعني امكانيات او بصمات مرسماني كمدير فني مرتبطة اوي اوي بخدرته على قرية الخصم السيناريوهات يمكن انت كاهلاوي ما تعودتش ده في الاهلي يعني احنا في الاهلي تعودنا ان احنا نلعب لعبنا ان احنا نلعب كورتنا ومهما كان اسم الخصم لكن موسيماني مش من المدرسة دي اوي موسيماني بيفصل طريقة واسلوب لكل مباراة بالذات في المطشط الكبير وهو حاضر دايما يعني محدش يقدر يفتكر لموسيماني اخفاق واحد في المباريات الكبرى في مواجهة اللهم باي ميونيخ ومع ذلك قدم عرض كويس بالمناسبة يعني لكن في النهاية عايز اقولكم انه الراجل بيقرأ كويس اوي المنافسين وبيعرف يحط الخطة وبيعرف يكتشف الصغرات قبل المطش وجوه المطش ودي واحدة من اكتر الحاجات اللي بيتمايز مستر موسيماني في حاجات تانية ممكن ما تعجبكش في حاجات تانية ممكن تبقى مصار جدل نختلف نتفق عليها دي قصة تانية لكن هو قال انه مذاكر مونتري كويس جدا ومقاري لعيبته كمان الفرقة بشكل كبير وهو بيحترم الفريق وعرف انه فريق عنده امكانيات محترمة جدا وده بجد مونتري يا جماعة يعني ما تعتقدوش انه يعني منافس قليل انا بشوف مونتري في نفس مستوى بالمراس يعني ممكن يبقى اقل حاجة بسيطة منه لكن ما هواش بعيد يعني ويمكن الغيابات مش هتبقى مؤثر قوي يعني اخر المستجدات بتقول انه الغيابات مش هتكون مأسرة او عامل مؤثر مع فريق مونتري فالرهان ده ما ترهنش عليه لكن في النهاية انا عندي لعيبة محترفة وعندهم فرصة كبيرة جدا لإثبات ذاتهم وان شاء الله بإذن الله نقدم حاجة بيحلم على حد تعبيره وبيحلم بتحقيق ميداليا بلون جديد يعني مش برونز يعني دهب او فضة واحنا هنكون طبعا لو فضة يعني ده لقطات الوصول بدر بنون اللي يمكن نتواصل طبعا مع كابتن سيد عبدالحفيز هو بره البطولة يعني هو موجود في الملعب مع الفرقة لكنه بره البطولة بره حسابات البطولة لكنه طلب من كابتن سيد انه يكون موجود مع البعثة في الامارات عشان يدعم ويقازر زميله وكابتن سيد استجابه عشان كده بدر بنون موجود مع فرقتنا ان شاء الله في ابو ظبي عشان يدعم نجوم النازل الاهل طيب ايه تاني عندنا في الاخبار النهاردة خلينا اقول لحضراتكم طبعا خلينا روح لمنتخب مصر اللي النهاردة بيختتم تدريباته هنروح كمان ابو ظبي على مدار الحلقة في اكتر من المناسبة ونطمن حضراتكم على اخر اخبار الفرقة في تاني ايام التدريب بتاعته طيب بالمناسبة النهاردة ونحن نتكلم على الاهلي خلينا اقول لكم بس قبل من اروح لمنتخب انه في وفد من الفيفا النهاردة ظهر بعثة النادي الاهلي تعرفين انه النسخة اللي فاتت يمكن كان حصل تقليد هو الاول من نوعه لنادي مصري انه الفيفا طلب تيشرت النادي الاهلي عشان يحطها في متحف الفيفا اللي موجود في سويسرا والتيشرت دي وقع عليها كابتن محمود الخطيب واحنا امكن في السادسة كنا اتشرفنا بمقابلة رئيس المتحف متحف الفيفا في السويسرا وخدنا وعرض لنا جولة كده جوه المتحف شوفنا ابرز المقتنعات وشوفنا تيشرت النادي الاهلي عرضنا لحضراتكم هنا في السادسة على شاشة الاهلي تيشرت النادي الاهلي وهي موجودة في مكانها طبعا في المتحف الفيفا لكن كمان النسخة دي من كاس العالم للأندية دي تيشرت الأهلي اللي خدها مسؤول الفيفا في النسخة دي من كاس العالم وطالب فيها الفيفا أن يكون عليها أو مسؤولي الفيفا يعني يكون عليها توقيع كل اللعبين وده اللي حصل بالفعل وتبقى تاني تيشرت للنادي الأهلي موجودة في متحف الفيفا في سويسرا خليه طب منكم كمان على مصطفى المخلوف حارس المرمة اللي ثبتت النهاردة سلبية مسحته اللي أجراها وهيكون موجود مع الفريق كمان في التمرين وان شاء الله بإذن الله وكمان مسحة أنا قلت لكم يمكن الخبر مبارح وتاني بنأكد أنه الحمد لله بعثة منتخب مصر وسكواد المنتخب الوطني عمل المسحة الرسمية وثبتت سلبية كل العينات اللي تم أخداها من اللعبين كالوس كيروش النهاردة بيعمل لأ اللمسات الأخيرة على مواجهة الكاميرون اللي بالتأكيد هتكون صعبة كاميرون طول عمرها منتخب قوي ومواجهة يمكن أنه يكون أشهر وأكبر دربي على مستوى قارة أفريقيا قابلنا كاميرون كتير قوي في نهائيات نهائي وقبل نهائي وان شاء الله بإذن الله بكرة يحسم اللقاء لصالح الفرعنة والتشكيل والطريقة اللي هنواجه بها الكاميرون هتكون محور من محاور حديثنا النهاردة مع ديوفنا في الستوديو بس خليني أقول لحضراتكم كمان أن إحنا أكتر من لقاء يمكن جاهزنا لحضراتكم النهاردة في الحلقة منهم مع واحد من لعابي فريق مونتري المكسيكي خليني أقول لكم كمان أنه صلاح رغم وجود طبعا مع منتخب مصر في البطولة اللي بدأت في أوائل الشهر يوم ستة على وجهة التحديد لكن صلاح رغم وجوده وتقلقه في بطولة الكان بينافس كمان على أفضل هدف سجله الردز في خلال شهر يناير بعد ما أعلن النادي الإنجليزي عن القائمة المرشحة بالجائزة من خلال طبعا الواب سايت أو الموقع الرسمي للنادي ومحمد صلاح ليه هدف بيشارك بجوار تسع أهداف أخرى تم اختيارها لنجوم الفريق الأول لليفر بول وكمان لفريق السيدات خلينا نروح لفاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم بعد كده في تايب نشوف نشوف طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية احنا معنا ضيف النهاردة في الساديسة يعني صاحب مشوار عريض جدا وطويل جدا في نفس الوقت الحقيقة الراجل ده لفه لعب تقريبا في أغلب دوريات الكبيرة في أوروبا يعني في إيطاليا لعب لليوفي في إنجلترا لعب للأرسنل وليفر بول في أسبانيا لعب لإسبانيول في ألمانيا لعب لأوكسبورغ يعني كان فضل له حاجة في الدوري الفرنسي ويبقى لعب في الخمس دوريات الكبرى وكلها الحقيقة زي ما انتم شافين فرق كبيرة جدا خلينا نتكلم أكتر معا عن مشواره وعن حراسة المرمى وعن احتراف أنا الحقيقة مشغول جدا بفكرة وخصوصا بعد العروض الرائعة لمنتخب مصر في بطولة أفريقيا عن ألم تستفهم كبيرة جدا على مر كل الأجيال ليه عندنا عدد قليل من اللاعبين المحترفين ومش كلهم كمان بيلعبوا في قندية كبيرة يعني نادرا ما بتلاقي مثلا ممكن تقول صلاح في ليفر بول أنني في أرسنل زيدان كان في بروسيا دورتموند لكن غير كده عمرنا ما شفنا هل لاعب مصري مثلا في براشتونا ولا في ريال مدريد ولا في باي ميونيخ وفي الى آخر وخلينا ناخد الخلاصة كلها من أليكس مانينجر حارس مرمى طبعا عدد كمين من فرق أبرزهم وعشرهم اليوفي والأرسنل وليفر بول ضيفنا في السادسة بداية طبعا نرحب بيك ونشكرك على وجودك معنا على شاشة الأهلي مساء الخير على الجميع مساء الخير لك خليني بداية أسألك يعني أنت كنت ساحب مشوار طويل ولعبت العدد كبير من الأندية الكبيرة على مستوى أوروبا في الدور الإنجليزي في الدور الإيطالي أهم مرحلة في مشوارك وأهم نادي حققت مع بطولات أو إنجازات أنت تتحدث عن مسيرة كبيرة في معظم دوريات الأوروبية ولكن أعظم مسيرة كانت لي كانت في إيطاليا وكانت في اليوفي لأن إيطاليا بلد جميلة تستطيع أن تخرج المواهب الكثيرة اللغة الإيطالية كانت لغة سهلة على أجواء في إيطاليا ساعدتني كثيرة جدا طيب، لو ابتديت أتكلم معك على المركاتو الشتوي من وجهة نظرك أهم الصفقات والانتدابات والأسماء اللي شفتها وتبعتها خلال موسم الانتقالات الشتوية بالنسبة لي بالنسبة أكوا الصفقات في المركات كان في إيطاليا بالرغم أن هناك العديد من الفرقة التي تكون في منتصف الجدول لكنها كان أبرامت صفقات كبيرة جدا وكان مركات كبيرة أيضا في إيطاليا لكن في إيطاليا كان الأكوا من وجهة نظرك وبعيدا طبعا عن الظروف الحالية اللي بنعيشها بسبب فيروس كورونا إيه المعايير أو الأسباب اللي تخلي وبما أنك أنت صاحب تجربة احتراف يعني متعددة وكبيرة جدا إيه الحاجات اللي تقدر تساعد اللاعب على أنه يحترف في الأندية الكبيرة في أوروبا بالطبع خلال مسيرتي كنت بالعديد في اللاعب من جميع عن ديت أوروبا لكن هناك أشياء مهمة يجب أن يتبعها اللاعب أن يتعاود على الأجواء كما تعاود محمد صلاح على الأجواء في إنجلترا أن يتعاود على الأجواء وأن يتعلم اللغة لغة البلاد لأن اللغة تساعدك كثيرا في التأقل مع الجماهير أيضا ومع مجالس الإدارات المختلفة إذن اللغة الأجواء وأن يعلم ثقافة المكانة التي يتواجد فيها اللاعب لأنك تساعده أيضا لأن عندما يشعر بك الجماهير أنك تتعلم لغتهم وتتحدث مثلهم يكون السهل لك أتكلم معك شوية عن الأرسنل وعلى اليوفي اللي يبدو أن هم بيعانوا في الموسمين الآخرين يمكن معاناة الأرسنل استمرت لفترة أطول شوية من وجهة ناظرك أسباب تراجع مستوى اليوفي والأرسنل وتقييمك للمديرين الفانيين سواء أرتيتا في إنجلترا أو مع الأرسنل في لندن ومع يوفي أمسيميليانو أالاجري في تورينو قبل أي شيء بالنسبة لي اليوفي هذا العام يمر بمستوى متزفزب وسيء جدا ليس كما الآن بالنسبة لحكمة مستوى اليانو أالاجري كانت حكمة عظيمة عندما استلم الأمور لأول مرة لكن عندما عاد أالاجري بدأ يفتعل المشاكل مع بعض اللاعبين والأجواء بينه وبين مجلس الإدارة بعد النتائج المتزفزبة خاصة في الدوري أثرت على مستوى الفريق لكن اليوفي عاد في المركات الشتوي وقام بعمل المركات عظيم جدا كان يعيد اليوفي للمنافسة على الدوري وعندما قام اليوفي بعمل هذه الصفقات الآن حدثت حالة رعب بين فرق المقدمة في إيطاليا لأن اليوفي أبرم صفقات عظيمة قد تساعده على الزفر باللقب السكوديتو رغم أنه بعيدة إذا ما تحدثنا عن نغة الأركام وبينها وبين الإنتر لكن قد يعاني ما السمنين والإجري في الدوري لكن قد يعود لكد يكون من المقدمة بالنسبة للأرسنال العام القادم أرسنال دائما قوي بالنسبة على مستوى الشباب وعلى مستوى البراعم وعلى مستوى النجوم لكن الأرسنال دائما ليس مرشح لكي يفوز بلقب البريمير ليج دعنا نتحدث بصراحة أتمنى أن الأرسنال في يوم من الأيام يفوز بالدوري لكن الدوري الإنجليزي دوري صعب ويجب على الأرسنال ومايكل أرسنال أن يقوم بعمل كثير ونصيحاتي لمجلس إدارة الأرسنال يقوم بعمل العديد من السمكات لأن في الوقت الذي يبحث فيه جمهير الأرسنال على فوز ببطولة يقومون ببيع النجوم أرسنال هو الشخص المناسب في المكان المناسب بين وجهة نظرك أرسنال يحتاج لتغيير مدير الفني بالنسبة لي مايكل أرسنال عندما استلم الفريق كان يعاني وكما تذكر أنت مايكل أرسنال يجب أن يفوز ويجب أن يقدم أوراك اعتماده بالنسبة لي الأرسنال يحتاج إلى مدرب قد يكون أفضل من مايكل أرسنال لكي يعود إلى الفريق ويتآهل على الأقل إلى مركز مؤهل لدورة أبطال أوروبا لكن مايكل أرتيتا كان غير محزوز في عام الأول مع مايكل أرتيتا أعتقد أن أيامه باتت معدودة إذا لم يتآهل لدورة أبطال أوروبا لو كلمتك بقى عن ليفر بول نسخة يورجين كلوب الحقيقة اللي قدمت مستوى أكتر من رائع والسعادة يمكن كتير من أمجد ليفر بول واحد من أكبر الأندية وعظم الأندية على مستوى العالم رأيك في اللي بيقدمه ليفر بول وفرصه في الحصول على لقب البريمير ليج والشامبيونز ليج السنة ليفر بول فريق عظيم في آخر ثلاث أربع خمس سنوات ليفر بول يقدم أداء عظيم وكما قلت بالنسبة لي هذا العام ليفر بول قد يبتعد عن الدور الإنجليزي شيئا ما وإذا كان ليفر بول يريد الفوز بالبريمير ليج يجب أن يبرم العديد من السمكات المركات واغلك لكن بالنسبة لي قد يكون بعيد لأن السيتي أقرب من ليفر بول لدور الأبطال لكن تشامبيوز ليج الأمور مختلفة خلال ثلاث أربع مباريات قادمة قد تكون في الفاينال لكن أعتقد أن ليفر بول قد يصل إلى المربع الزهبي في دورة أبطال أوروبا وأكرر إنجاز فعلوه عندما فازوا بدورة أبطال أوروبا من سنوات لكن القصة لم تنتهي بالنسبة لشامبيوز لو جمع النهائي نهائي دورة الأبطال بين يوفينتس وليفر بول تتمنى مين يكسب ويحقق اللقب أنت بصعب الأمور علي لكن أختار ليفر بول إذا ما قابل يوفي في النهائي قلبي سيكون مع ليفر بول طيب بمناسبة ليفر بول خلينا أكلمك شوية عن نجمينة المصري محمد صلاح اللي بيتقلق بالمناسبة مع منتخب مصر حاليا في بطولة أمم إفريقيا مش عارف بتاع البطولة لا لا ووصل بالفعل للدور قبل النهائي ومؤدم مستويات أكتر من رائعة كان عندنا اتنين من أهم الجواز على مستوى العالم جيزة دابست ودي جيزة بيقدمها الفيفا تنافس فيها محمد صلاح ولكن اللقب راح لليفاندوسكي والبالوندور اللي بتقدمها الفرانس فوتبول ودي راح فيها اللقب ليو ميسي هل بتتتفق مع الجيزتين دول ومن وجهة نظرك إمتى ممكن يكون محمد صلاح هو الأفضل رسميا على مستوى العالم صلاح لاعب كبير وللأسف لم أقابل محمد صلاح في مسيرتك لاعب لأنه لاعب عظيم ويقدم أداء رائع وساعد ليفربول ويجب على الشعب المصري أن يشكر ليفربول لأنه من أظهر صلاح وخرجه للعالم العظيم لكن بالنسبة لي صلاح يقوم بعمل جيد وأكد كلامك أن صلاح أتمنى أن يفوز بأفضل لاعب في العالم لكن محمد صلاح يجب أن يفوز بالبريمير ليج ويجب أن يفوز بالشيء مع المنتخب المصري لأن الجوائز لديها معايير خاصة إذا ما جمع صلاح بين دور الأبطال والبريمير ليج وفاز مع منتخب مصري ببطولة سيصبح الأفضل في العالم وهذا شرط طيب لو سبنا ملف اللاعبين وروحنا للملف حراس المرمى وأطلب منك تختار أفضل ثلاث حراس من وجهة نظرك حاليا يعني بيلعبوا حاليا كأفضل حراس مرمى على مستوى العالم بالنسبة لي جالوي جي بوفون الأفضل في العالم بالنسبة لي نظرا لما قدمه جالوي جي بوفون في مسيرته 44 عام من التاريخ والمجد الذي صنعه جالوي جي بوفون بالنسبة لي كان مسل الأعلى وهو الأفضل في العالم بالنسبة لي نظرا لما قدمه في تاريخ كدور حارس مرمى بوفون يحتاج العديد من الأيام والسنوات التي يتحدث عن جالوي جي بوفون البويل سيكوندو وبالنسبة لي المركز الثاني هناك العديد من الشبان الرائعون أنا المركز الثاني كان يذهب لحارس تشيلسي مندي وحارس أتليتو مادريد وحارس منشستر ديخية هؤلاء هم الأفضل أربع حراز مرمى في العالم إذا ما نخدهم بالترتيب جالوي جي بوفون منوين نوير هم الأفضل ثم حارس تشيلسي ودخية حارس منشستر خليني أطلب منك توجه رسالة يوم السبت اللي جاي النادي الأهلي المصري بيمثل مصر وبيمثل قارة أفريقيا في بطولة مهمة جدا هي بطولة كاس العالم الأندية وفي ظل ظروف صعبة كتير بيواجهها النادي الأهلي منها غيابات منها إصابات إيه الرسالة اللي توجهها لنجمنا قبل بداية البطولة بالطبع لدينا معلومات عظيمة عن النادي الأهلي كأن الأهلي ساني أكثر لديها حصولة على بطولة كرية بعد ريال مدريد الأهلي ينكسوا فقط الأفضل في العالم البطولة التي يستهل المشورة عسبت المقبل الأهلي فازة بالعديد من البطولات ينكسوا فقط أن يفوز بكاس العالم أليكس مانينجر طبعا حارس النمساوي الدولي وحارس مارما ليفر بول وأرسنل ويوفي الصدق بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة وعلى ظهورك معنا على شاشة النادي الأهلي وكلامنا بقى عن مشوارنا في كاس العالم وكلامنا عن دربي أفريقيا المباراة الصعبة اللي بينتظرها عشاء الكرة في مصر في كل مكان بكر إن شاء الله مصر والكاميرون هيتواصل مع حضراتكم في السادسة بس اسمحوا لنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول دي قصة وحكاية ورواية المكسيكي فريق مش غريب علينا لأننا قبلنا قبل كده مرتين ومش غريب علينا كمان لأنه اللي بيدربه أو الموديل الفني هو خافير أجري وهو الموديل الفني السابق للمنتخب الوطني ما تخده قمشاوي القيمة التسويقية لأنه ما لهاش علاقة لا بالأرقام ولا بالقيمة التسويقية ولا بأسماء اللاعبين ولا بالأندية اللي بيلعبوا فيها الكورة ليها علاقة بتسعين دقيقة في منتهى وأعلى درجات التركيز أقصى درجات المجهود الالتزام الكبير جدا وإن شاء الله بإذن الله قادرين بإذن الله نتخطع عقبة مونتري والأهم طبعا والأقرب لنا بما أنه النهارده يوم العالمي في السادسة فما فيش أكتر من علامية منتخب مصر في بطولة أفريقيا الكلام ده ما كانش ممكن يتقال في دور المجموعات طبعا لكن يتقال بقلبي جامد جدا بعد ما أظهر منتخب مصر شخصية قوية جدا واستعاد شخصية البطل وروح البطولة في لقاء أي كوديفور أولا والمغرب ثانيا وبإذن الله تكون كمان الكاميرون هي تالت ضحايا منتخب مصر في كان عشرين وواحد وعشرين خلونا نتكلم أكتر عن مباراة مصر والكاميرون في البداية مع ديوفنا الأعزاء اللي منعتز بوجودهم معنا طبعا فاروق أصام المحلل الكرة العالمية أهلا بيك فاروق أهلا بيك نوار الدنيا وندر شبانة طبعا ضفنا العزيز بسأخير نادر أهلا وسهلا بقى أن كتير ما تقابلناش يحيي حمد الله بس نتقابل الله يسلمك بس نتقابل في فرصة في فرصتين ولا أروع بصراحة سواء منتخب مصر مع الكاميرون في قبل نهاية أفريقيا أو الأهلي طبعا في بداية مشواره في بطولة كاس العالم الأندية طبعا نحن كنا هنا آخر مرة كنا نتكلم على دور المجموعات وأداء المنتخب في دور المجموعات يمكن كان حاجة تحزي بس طبعا بس يعني حصل بقى اللي نحن كنا مستنين من المنتخب وتغير الأداء تماما بداية من مرحلة السعود صحية مقابلة كوديفوار مقابلة المغرب أثبتنا أننا فعلا يمتلك شخصية كبيرة في بطولة الأمم يمكن قلنا أن المنتخب هو اللي حط نفسه في المصغار الصعب اللي موجود أنه يقابل كوديفوار وبعد كده المغرب واللازم اللعيبة هي تتحمل مسئولية الإخفاق أنهما يتاهلوا في صدارة المجموعة وبالفعل اللعيبة كانوا رجالة وقدروا يتحملوا المسئولية خد بالك أنه نيجيريا اللي كانت في صدارة المجموعة خرجت على إيد تونس اللي دخلت الستاشر كواحدة من أفضل التوالد طبعا ده يثبت أنه هو دور المجموعات برضو مش مقياس كبير خصوصا بعد تآهل التوالد يعني أنت دلوقتي شبه المجموعة كلها ممكن خلاص تتآهل المنتخبات الكبيرة فيها فهو مش مقياس كبير والمنتخب بعد يمكن مباراة نيجيريا كانت إنزار للعيبة كلها وكويس أنها جات في البداية لأن بعد كده الأداء بدأ تصعوديا يتحول للأفضل وشوفنا ضد المنتخب المغربي لو المنتخب كمل ضد الكاميرون بنفس الأداء الزهر به قدام المنتخب المغرب أعتقد هيكون لي الأفضلية في التآهل على حساب المنتخب الكاميرون حسابات الماضش بتاع بكرة تختلف عن كل المواجهات السابقة بصرف النظر عن قوة منتخب الكاميرون يعني فارو بيقول أنه منتخب المصري بدأ البطولة من الأسوأ للأحسن فالأحسن فالأحسن ووصلنا للتوب فور معتقد في مباراة المغرب هل تتوقع أنه يستمر المنتخب المصري في حالة التصاعد في مستوى الأداء دي؟ طبعا أتمنى إن شاء الله بإذن الله وهأخذ من كلام فاروق كمان يا أحمد فين دايما الأداء التصاعد في البطولات المجمعة بتبقى سمة الأبطال يعني لو جئنا شوفنا كاس العالم 2010 ومنتخب أسبانيا خسر في الماتش الافتتاحي قدام سويس 1-0 وكان بطل العالم في النهاية منتخب فرنسا قدم مستوى سائي جدا في دور المجموعات في 2018 وكان بطل العالم في النهاية الأمثلة كتير لده منتخب مصر حتى في بطولة أفريقيا 2008 إحنا لما تعدلنا مع زنبيا وقلنا المنتخب هيبدأ الرتمي بتاعه ويقل لكن لما وصلنا دور الثمانية بدأ المنتخب يظهر بالقوة بتاعته فإحنا وخدنا على ده بشكل عام بجانب أن مباراة منتخب الكاميرون موضوعاً لها حسابات خاصة أو لا هي بره الملعب لها حسابات خاصة فكلنا عارفين اللي بيدور حول المنتخب الكاميروني في الماتشات السابقة لي في البطولة من بدايتها والحد وقتنا هذا ولكن الناصق التساعدي اللي ماشي عليه منتخب مصر يبشر بالخير إن شاء الله قدام الكاميرون ولو ظهرنا بنفس الشخصية إن شاء الله هنقدم مباراة أيها ده هنخرج بنتيجة إيجابية هنتأهل للفاينال بس الفكرة كلها إن منتخب الكاميرون وصوله للسيمي فاينال مواجهش المنفسين اللي واجهوا منتخب مصر يعني أنت لما واجهت مواجهش المنفسين تلعبت نيجيريا في دور المجموعات لعبت كوديفور في دور الستاشر لعبت المغرب في دور الثمانين فعلى مدار البطولة أنت واجهت المنفسين أقوى بكتير جداً من اللي واجهها منتخب الكاميرون اللي هو أصلاً واجه منتخب ده في ناس ممكن تشوفوا من ناحية سلاحزوا حدين سلاحزوا حدين ممكن الناس تقولك أنت بالذات آخر مطشين كمان أنت لعب اتنين تقال قوي قوي ولعب مطشين كل مطش مئة عشرين ديها وهم عادين بيعدوا وحطين رجل على رجل مش مشحونين مش صعبانين مش مرهقين مش مصابين فاهم أصدي فبالتالي ممكن ده يكون في صالحهم والنهاية تقولك لا أنت احتكت كويس قوي وعملت يعني تفرع على مستوى الأداء ومستوى الثقة بالنفس أنه المكاسق لما بتكسب منتخب كبير أبتغالي وده دفع معنوية كبيرة جداً لكل اللعيبة بتعلي الثقة بالنفس بتعلي الثقة في إمكانياتك فبالتالي وانت راح تلعب الكاميرون مش هتكون بتلعبها زي ما لو كنت مثلاً واصل الدور قبل النهائي وانت بعدي منتخبات صغيرة أو بتضلين يعني زي ما بيقول طبعاً هو الكاميرون يمكن هي مشوارها في البطولة كان من أسهل الطرق اللي كانت موجودة للمنتخبات شفنا المنتخبات حتى اللي كانت في طريقها كانت منتخبات يعني في المتناول آه كانت اللقاءات صعبة بالنسبة للمنتخب الكاميروني لكن هنقدر نقول أنه فعلاً سلاحظوا حدين لأنه ما قابلش منتخب كبير ما كانش ما ظهرش بالتوب فورم اللي هو المنتخب اللي يقدر يتعب لعبة الكاميرون يقدر يخرج منهم أفضل أفضل ما عندهم عكس المنتخب الوطني اللي هو قدر يقابل المنتخب كودي فور اللي كان في رأيه شخصي كان أفضل منتخب في دور المجموعات وبعد كده وكان مرشع الحقيقة لتحقيق العقب طبعاً هو منتخب نجيري أفضل منتخبين في دور المجموعات خرجوا من دور ثمن النهائي بعد كده المنتخب المغربي كان احتكاك قوي جداً هو بس عامل الإرهاق هو اللي مش هيب أفصل إحنا لكن غير كده كفورم المنتخب المصري طبعاً هو الفورم الأعلى من المنتخب الكامير ناس كتير قوي عاملة حساب الغيابات يعني شايفة إنه الشناوي أبو جبل منقفه لسه مش واضح لغاية دلوقتي أكرم طبعاً غاب من بداية البطولة أحمد حجازي يودع البطولة فناس كتير جداً شايفة إنه الحمد لله حمدي فتحي أعتقد إنه من نسبة كبيرة جداً جاهز وعي شارك بكرة يعني الحمد لله برضو نقطة مضيئة في عدد كبير ويسط عدد كبير بالنقاط المظلمة لكن ناس كتير قوي عاملة حساب الغيابات شايفها إزاي نادر وهل ممكن تكون مؤسرة بكرة هي طبعاً إحنا كنا شايفين في ماتش كودي فور في الغيابات اللي كانت موجودة كنا شايفين هي تكون مؤسرة بس اللعيبة كانت رجالة وقدروا إنهم يتغلبوا على ده بجانب الإصابات اللي حصلت في الماتش اللي كانت تتخيل أنك بتفقد حرس المرمى ولعب الوسط اللي هم كانوا من أفضل اتنين في الملعب في خلال قبل التسعين ديئامة تخلصوا تداخل الوقت إضافي طيب اسمحوا لي هارجع كمل كلام على ماتش منتخب مصر وعندي كتير من الأسئلة هترحى عليكم ونكمل كلامنا بس تسمحوا لنا هنروح لفاصل الأخير ونرجع مرة تانية في السادسة مع حضراتكم مع ضيوفنا طبعاً نكمل كلامنا على مصر والكاميرا طيب خلينا قبل ما ندخل ونستكمل كلامنا مع ضيوفنا في السادسة يعني في ملف مصر والكاميرا من بكرة وعندنا حاجات كتيرة وضيوفنا الحقيقة عندهم حاجات كتيرة جداً منها ما يتعلق بجوال ملعب ومنها ما ليه علاقة بمرة الملعب سواء كان كلام على بكاري جسامة أو سامو الإيتو خلينا نرى في آخر تطورات مستجدد بس نروح الأول لأبو ظابي وزامنا العزيز من هناك أمير هشام موجود عشان يللنا أخبار السعادة النادي الأهلي في تاني أيام تدريب وطبعاً استعداداً لمواجهة مونتري المكسيكي يوم السبت اللي جاي أمير مساء الخير عليك مساء الخير عليك يا أحمد تحياتي لك وتحياتي لديوفك وتحياتي لكل منشاهدين ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان بداية نعرف منك أخبار البعثة تطمننا تاني أيام التدريب الحالة المعنوية للعيبة في ظل طبعاً الظروف الصعبة اللي بيخود الأهلي فيها بطولة كاس العالم الأندية إنقلنا كواليس المعسكر في أبو ظبي طيب خليني يا أحمد أقول لك إن الأمور ماشية بشكل جيد جداً وطبيعي جداً 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 وبالتحديد بأكد على الجزئية دي خصوصاً إن الأحاديث كتير على ظروف النادي الأهلي ما قبل هذا المنديال وسواء فيما يتعلق من ضمام الدوليين لمنتخب مصر في كل التوفيقين لهم يا رب في مباراة الغد أمام الكاميرون فيما يتعلق ببعض الإصابات اللي عندي بالمناسبة يعني بعض الأخبار المبشرة بخصوص الإصابات حوالها لك كمان لحظات يعني الأمور كلها يعني ممكن تكون الظروف مع عند النادي الأهلي لكن في نفس الوقت اللعبة اللعبة مش بشغلها إطلاقاً إطلاقاً أو مش في ذهنها خالص حتة الظروف والعقبات اللي بيتواجههم كلهم مركزين جداً كلهم عندهم مباراة مهمة هما ده اللي في دماغهم إحنا عندهم مباراة مهمة عايزين نكسبها عايزين نعدي العقبة دي فريق منتري بقى زروفه عنده لعبة حتنضمه مش حتنضمه حيلعبه مش حيلعبه ده ما بيشغلش خالص اللعبة نفسه ممكن يكون في تفكير وأزان الجهاز الفني بشكل طبيعي وطلقائي فيما يتعلق بدراسة الفريق المكسيكي وزهي عن قبله والاستراتيجية اللي حيلعب بيها النادي الأهلي في هذه المباراة لكن أنا من ساعة ما جيت اللي عجبني جداً أن الناس مركزة اللعبة مركزة جداً ما حدش بيتكلم في الظروف والإصابات والكلام ده يعني بمناسبة الإصابات وأخبار مبشرة جداً وأنا لسا هقول لك برد بعض الأخبار المهمة الخاصة بالمران اللي في هذه اللحظات في بعض الجوانب وأنا بكلمك يا أحمد جوانب تكتكية هو ميستر بيتسو موسيماني مش حاضر بسبب إجابية مسحته بالمناسبة المحاضرة اللي كانت قبل المران مباشرة النهاردة كان فيه فيديو كونفرنس ميستر بيتسو موسيماني من قطه كان متواصل مع اللعبين في قاعة المحاضرات وبيقول لهم تعليماته التكتكس دلوقتي بتتنفذ مواضح أنه فيه استقرار بشكل أو بآخر على التشكيل اللي هلعب به ميستر بيتسو موسيماني وجازي فيديو مبراط منتر يوم السبت بإذن الله تعالي لكن الإصابات أو بمرجوعنا للإصابات محمد محمود بيشارك لليوم التاني على التوالي بشكل طبيعي جدا في التدريبات ربما قبل نهاية المران يتم سحبه من التدريبات من الملعب علشان ما يكونش فيه حمل زائد عليه خصوص أنه لسه راجع من إصابة في العضل الخلفية لكن الأمور مبشرة جدا بيشارك بشكل طبيعي الأمور جاية ده بالنسبة للمحمد محمود الخبر اللي مهم جدا برضه هو خاص بحسام حسن المهاجم الوحيد تقريبا الموجود مع بعثة النادي الأهلي واللي عنده إصابة في السمانة حسام حسن نهاردة أو لحد أول مبارح كان نسبة لحقه بالمبارأ 0% مبارح نسبة لحقه في المبارأ زادت بقى 10% النهاردة من خلال بعض التدريبات والاختبارات الطبية اللي عملها حسام حسن النسبة زادت لـ 30% قد تتعدى النسب دي أو قد تتزايد ويكون في فرص كبيرة بخصوص لحقه بالمبارأ وهو المهاجم الوحيد تقريبا الموجود مع النادي الأهلي في القايمة هنا في أبو ظبي أخبار مبشرة لكن في كل الأحوال مين حيلعب مين مش حيلعب ده أمر مش بيشغل باللعيبة نفسها الكل جاهز ومركز جدا أنه هو بإذن الله يعمل مباراة كبيرة ويلبي طموحات جمهور النادي الأهلي حتى لو الظروف صعبة جمهور النادي الأهلي بالمناسبة متفاهم وعنده قدر كبير جدا من الوعي بالظروف اللي بتحصل والمحيطة بالفريق والظلم اللي تعرض ليه النادي الأهلي في هذه البطولة بالتحديد لكن في نفس الوقت عندنا يعني سوقة كبيرة جدا فيهم وفي جهاز الفاني إن شاء الله بإذن الله يعملوا حاجات كويسة في هذه البطولة طبعا أنت طمنتنا على حسام وحتى وإن كانت نسبة لحاقه بالمباراة الأولى ممكن تبقى صعبة شوية لكن ممكن إن شاء الله بإذن الله المباراة التانية اللي نتمنىها إن شاء الله قبل النهاء إن شاء الله ممكن يكون موجود معناه بنسبة كبيرة لو السؤال هنا أنا عارف إنه ممكن التقسيم ما بدأتش لكن يعني من خلال إحساسك كده ورؤيتك ومتابعتك للبعثة مين الأقرب إنه يشغل المكان ده في الوقت الحالي يعني مين ممكن يتم توظيفه في مكان أو بوزيشن راس الحربة في ماتش منتري لو ما كانش حسام حاسم يعني يعني لو مثلا المدخلة دي معاك اتأخرت مثلا حوالي 15 دقيقة كنت حقدر أقول لك لكن حتى دلوقتي زي ما أنت قلت التأسيمة ما ابتدتش لكن أكيد في كذا سيناريو ويعني كذا تفكير عند مستر المسماني في بعض العناصر ممكن تشغل مركز حسام حسن في المباراة طيب خلينا أسألك خلينا أسألك على 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 مرأة بكرة كمان تمام أسألك على ديانج وعلي معلول لأنه الاثنين إحنا ما شفناهم شبقالنا فترة سواء ديانج وعلي معلول مندمجين بشكل طبيعي جدا جدا في تدريبات النادي الأهلي وبيقدوا بشكل مميز جاهزين طبيا وبدنيا وفنيا بشكل كبير قوي 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 وأكيد عودتهم يعني حتكون إضافة كبيرة لتشكيلة النادي الأهلي في مباراة منتري وهم مؤكد بإذن الله أحد ربنا يحميهم يا رب من الإصوات سيكونوا في التشكيل الأساسي فبالتالي ده أمر مهم بالمناسبة برضو بدر بنون النهاردة وصل وحضر التدريبات وجي هنا أبو الظبي عشان يأذر الفريق في كاس العلم للأندية وكان حريص أشد الحرص رغم أنه طبعا بعيد بسبب مضعفات كورونا لسه قدامه يعني عليه شوية هو مركز حراسة المرمى علي لطفي بيطأ ألق في التدريبات وأنا عايزة أطمم جمهير النادي الأهلي التدريبات مشى بشكل كويس جدا بالنسبة لعلي لطفي مركز بشكل كبير وهو حارس دولي بالمناسبة وحارس منتخبات وحارس مميز إن شاء الله رب يكون موفق في كاس العلم للأندية أنا حبيت بس أعايش الجمهور وكل محب النادي الأهلي في الأجواء والكواليس بالتحديد فيما تعلق بعض المراكز وبعض التساؤلات اللي بيسألوا فيها فقلت برضو أطمنك على علي لطفي لأن علي لطفي عنصر بإذن الله يكون إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي في مبرات منتري بإذن الله طب أمير أسألك سؤال كمان أخير عن شباب الأهلي اللي من شهر ما كانش متوقع أنه ممكن يكون ليه دور في بطولة زي دي إزاي موجودين إزاي بيتعاملوا مع مرحلة الاستعداد للبطولة الناحية المعنوية أكتر من ناحية البدنية والفنية شباب النادي الأهلي عندهم حماس كبير جدا واضح عليهم هنا في المعسكر في أبوظابي قبل المباريات بتاعت كاس العالم المشاركة في كاس العالم بالنسبة لهم كيت حلم فجأة لقوا الحلم ده بيتحقق بأنهم موجودين مع الأهلي وفي قائمة الأهلي في كاس العالم للأندية هي فرصة كبيرة جدا لهم رغم صعوبة هذه الفرصة لكن هما عندهم ثقة كبيرة اكتسبوها من بطولة كاس الربط وقدوا بشكل ممتاز يعني شفنا شادة الجميع سواء نقاط جماعير الجهاز الفني للنادي الأهلي كل المتابعين لهم في الحقيقة فددهم دفعوا ثقة كبيرة جدا قبل المشاركة في كاس العالم للأندية اللي لفت نظري اللي لمسته أنه هما عندهم حماس كبير جدا أنه هما يحاولوا يدفع عن تي شيرت النادي الأهلي في البطولة وأنه هما يقدوا بالشكل اللي يرضي جمهير النادي الأهلي بالشكل أو بآخر فدي حاجة إجابية جدا بالمناسبة برضو المجموعة الأخرى أو اللعيبة الكبيرة دي تاني مشاركة من نسبة لهم فأصبح كمان عندهم خبرات كبيرة ما بالك يا أحمد أنهما كمان في المشاركة الأولى خدوا المركز التالت الميدالية البرونزية كمجموعة جيل حالي في النادي الأهلي لكن توليفة كويسة بإذن الله تعالى إن شاء الله يقدروا أن هما يساعدون من خلال مشاركة جيدة وأحلام كبيرة من تطلع عليها رغم الظروف لكن إن شاء الله أخير أكيد في الملعب كل واحد يقدر يعمل اللي عليه واللي يقدر يبزله في الملعب عشان إن شاء الله ونوصل لأبعد مدى في هذه البطولة الحمد لله على سلامتك أمير ونتابع معاك طبعا لحظة بلحظة ويوم بيوم آخر أخبار استعدادات النادي الأهلي لمواجهة السبت القادم بإذن الله صعبة ولكنها ليست مستحيلة زميل عزيز أمير هشان بشكرك شكرا جزيلا وبرجع لدوفي بعتذر يمكن طولت مع أمير لكن أول مداخلة من أبوظبي فكان مهم جدا نتعرف وننقل الناس صورة التفاصيل المرتبطة بمعسكر النادي الأهلي والسعداد والمطش المونترية أرجع مرة تانية معلش قبل ما أروح وعايز أروح بالتأكيد معكم المونترية والأهلي بس خليني أقفل مصر والكاميرون كان لنا كلام يمكن في الفاصل على حاجتين ممكن يكون عامل مؤثرة جدا في مواجهة بكرة برى الملعب بكاري جسامة حكم المباراة وسامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني اللي يبدو الحقيقة أنه بيشتغل طبعا مصلحة بلده لكن في أوقات بتحس أنه خرج شوية برى الإطار وممكن يبقى فيها عواقب للتصريحات أو الكلام اللي بيقوله لا يحمد عقبها زي ما بيقوله يمكن سامويل إيتو استغل البطولة كأنسب فرصة أنه يظهر نفسه كرئيس الاتحاد لأنه هو مسك رئيس الاتحاد قبل البطولة بفترة قليلة جدا فكانت البطولة بالنسبة له محفل كبير جدا أنه هو يظهر يظهر نفسه في منصبه الجديد وشفنا تصريحاته رأنا من بداية البطولة لحد الوقت يمكن آخر تصريح ليه حاول شوية تكلم عن الضحايا اللي كانوا موجودين في ملعب الأوليمبي وقال أنه هم كان المنتخب يمكن بيبحث عن دوافع إضافية المنتخب الكاميروني بيبحث عن دوافع إضافية في البطولة فهاته البطولة دي للضحايا يمكن دي تصريح غريب شوية ليه أبعاد كده مش مفهومة من صامو ليتو يعني أنه يمكن متاجرة شوية بالضحايا لكن هو يتحمل مسئولية مع السلطات الكاميرونية للضحايا اللي راحوا في الملعب الأوليمبي نتيجة التدافع فنتمنى المباراة تكون في الملعب فقط خصوصا أن تعيين بكاري جسامة كلنا تكلمنا عليه وحتى الاتحاد المصري احتاج بشكل رسمي على تعيين بكاري جسامة لأن بكاري جسامة من الحكام الأسكية جدا في قرية أفريقيا ولما بيجي حاكم مباراة بيبقى فيه كده شوية أبعاد تانية للمترشح اللي بيبقى جاي بيبقى عارف هو عايز يرشح مين وبكاري دايما أخطاقه ما بتبقاش أخطاق كبيرة فبتعد المباراة سواء مباراة نائلة فنان يعني فنان جدا في حتساب الأخطاء خبرة راجل خبرة ما بيتخذش عليه أخطاء بالظبط ما بيتخذش عليه أخطاء يعني مثلا يحسب فاولات دايما للفريق اللي هو عايز يحسب له الفاولات مخالفات على حدود منطقة الجزاء لو فيه التحامات دايما بتبقى صالح فريق شوفناه في مباراة الوداد للأهلي لو نفتكر كان دايما للتحامات لصالح الوداد فهو حكم زكي جدا نتمنى الضغط يكون من الجهاز الفني على الحكم يكون من الجهاز الفني وكارلس كروش بيرعب فيه يعمل ده كويس جدا شوفناه ضد المغرب لما حسن الحكم اللي كان موجود الحكم السنغالي مائل شوية ناحية كافة المغرب شوفنا كروش بيعترض من البداية على الحكم وده يمكن وطر الحكم شوية وبدأ يوزن الكافة فأتمنى الجهاز الفني من البداية يضغط على بكاري جسامة اللعبة تكون مركزة فقط في الملعب وفي الأمور التكتيكية والفنية ويسيبوا الأمور التحكمية لو فيه ضغط عليهم للجهاز الفني قاري منتخب الكاميرون ازاي نادر منتخب الكاميرون بيمتلك عناصر قوية في وسط ملعبه والهجوم وتحديدا طبعا بنزنت أبو بكر هداف البطولة وباتريك مبوما الجديد زي ما هم بيرلقوا عليه ومطلع عمرهم فرودتهم بصراحة ما بيجلوش ما بيجلوش من أيام رجيميلة بصراحة يعني ميلا وإدتو وباتريك مبوما وطبعا مع الفارق بالمستوى أنا فاهم البنيان والقوة البدنية بتاعت أبو بكر نموذج لمهاجم الصندوق يعني نموذج للرأس الحرب الصريح دايما تلاقي كاميروني بصراحة يحصل مثلا في بعض الأوقات تلاقي طفرة هنا طفرة هنا يجي دي 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 رجبة مش عارف فين يجي مش عارف مين فين بس كاميروني ولادة في الحتة دي بالذات عرغم دفعهم دايما مصائب يعني دايما بيدفعوا فطولة ضعفهم الدفاعية أبرز على صنج في الفين كاميروني طبعا كتر خير والله يكريم الراجل بصراحة فمنتخب الكاميرون طبعا اتنين الهدفين بطاقهم لهم ما في حد شسجل غيرهم توكو ايكمبي وفينسنت أبو بكر أبو بكر قبل البطولة دي أحمد كان لعب في أمم أفريقيا كلها تمن ملشاط ما كان نسجل غير هدف واحد فالبطولة دي مفجر فيها هداف البطولة بيقدم مستهى مميز جدا دايما بيعتمد كونسيساو المدير الفني المنتخب الكاميرون على الكرات الطويلة من المدافعين دايما ممكن في خلال 45 دي الاولى دي تلاقي 50 كرة طويلة بتتلاقي في ظهر ادفاع منتخب مصر دايما الباكت تحديدا كولينزفاي ده هو النحية التانية نهو طويلة مش متحرر زي كولينزفاي 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 هيوقفه محمد صلاح كولينزفاي ده الباكти اليمين بتاعه الباك الت Five هيوقفه عمر مرموش النحية التانية نهو طلو هيبقى مشغول شوية محمد صلاح بس فكرة كلها يشوفنا أشرف حكيمي سيرجي اوريه اتنين من افضل باكات رايتس في العالم يلعب قدامه انتخب مصر ومشاء الله على فتوح الله اكبر عليه كان وكلهم يعني بس الفكرة كلان احنا كولينز فاي مش لعب متعدد الادوار يعني مش زي دول دول بيروحوا شوية شايفين نفسوهم شوية بعد وسط الملعب بيحبوا يروحوا يروحوا على الجول يلموا يجيبوا جول شكله حلو لكن كولينز فاي الاعتماد الكل من كونسساو عليه هو وساوه هو او سامو الجويت اللي في وسط الملعب الاتنين دول دايما بيعتمد من الكورة طويلة منهم في قلب دفاع الخصم وده ان شاء الله بإذن الله يعني يكون عبد المنعم وايمن اشرف او الوينشا واي ان كان الاتنين اللي هيلعبوا عندنا بكرة يكونوا في حالتهم وان شاء الله ده ما يحصلش معنا طبعا طبعا فينسنت بنيانو مع سرعات ابو بكر في الارتداد لو شفنا الجول بتاع جزر القمر بغض النظر طبعا عن حارس المارمو النوأ واللي حصل في المتش وكلام ده بس فكرة نشوف افتخاذ المدافع في ظاهره ازاي واستلم الكورة من غير المدافع ما يحاول يقرب منه وعرف يغطي صح على الكورة تتعامل مع اتنين مهاجبين تقال كده ازاي تمنع عنهم مصادر يعني خلييني اقولك مسلا هنجيلة ده مفترض انه اكتر اسستات اعتقد في المطورة صح ده يمكن وهو معفا يمكن تقفل على على مصادر التمويل ولا تلعب عليهم رقابة ولو هترائب مين يرائب لانه طبعا عندك حجازي هو انسو الخبرة الاساسي مش موجود فانت بترهن على واحد او على اثنين من اربعة محمود علاء مشاركش بعيد شوية عن المطشاط عبد المنعم اجاد جدا وقد مستوى رائع بس لسه صغير والخبرة بتاعته مش عالية قوي عندك محمود عندك ايمن اشرف وعندك الوينش بس الوينش برضو راجع من اصابة فبردو تشكيلة القلب الدفاع عندك فيها معادلة صعبة انا الرأي ان احنا منلعبش رقابة صريحة او رقابة صارمة يعني او لصيكة على الاتنين المهاجمين احنا نحاول بقدر الامكان زي ما انت تفضلت وقلت يا احمد ان احنا نوقف المد ليهم بحيث ان انت عندك اتنين اجناحة عمر مرموش نسق وتسعادي من بداية البطولة ما شاء الله بعد دور المجموعات عمل مطش رائع قدام كنت دي فوريا عيبوا بس شوية في احتفاظ بالكرة زيادة عن اللازم فوجود محمد صلاح وعمر مرموش في المكان ده هيفرق معنا بشكل كبير على اللعيبة اللي بتمدوه بجانب كمان وسط الملعب ان شاء الله يكونوا في حالتهم زي ما كانوا في المطشين اللي فاتوا مع عودة حمدي فتحي هنحجم بشكل كبير وسط ملعب منتخب الكاميرو بس طبعا مش هضيف كتير على الكلام اللي قاله فاروق اهم حاجة ان المطش يتلاعب جوال ملعب بس والاهم من الكلام ده كله ان اللعيبة نفسها تكون عارفة ومدركة ان هم مهما كان الحكم هيحاول يكون ضدهم هم يقدروا يكسبوا فما ينفعش ان هم يشتتوا نفسهم من اول المطش وما ينفعش ان احنا ننزل واحنا متوترين وشايفين الحكم كده كده جاي علينا لا احنا لازم ننزل بقدر الامكان احنا ما كان الحكم مش موجود وبنلعب كورتنا ونلعب لعبنا احنا بقى وبما نحن بنلعب لعبنا ايه من وجهة نظر فاروق عصامي التشكيل الامسل والطريقة الامسل وانت بتلعب مع الكاميرون هل تتوقع نفس البدايات ونفس التغييرات ونفس الطريقة ولا الكاميرون ممكن او ماتش الكاميرون ممكن يكون في جديد بس خليني قبل ما اسمع اجابة فاروق هروح لاجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهاردة توقعتكم لطرفي النهائي في بطولة أفريقيا يوم الحد ان شاء الله محمود عبدالله بإذن الله مصر وبركينة ومصر تكسب يا سلام ده السيناريو يعني الامتع وان كنت الحقيقة انا كمان انا بجد يعني انا عرف انها هتبقى موجهة صعبة ان شاء الله لو وصلنا النهائي انا نفسي استنغال يعني نفسي استنغال جدا لانه ده منافسنا في بطولة كاس العالم والمطش ده يعني مطش مهم جدا هيبقى بالنسبة لنا عندنا بعد كده نعيم جورج ان شاء الله مصر والسنغال نعيم معايا برضو رغم انه هيبقى نهائي ايه نهائي ناري بإذن الله مصر وهيبقى ممكن السنغال ده يوسف حسن ان شاء الله بإذن ربنا لو الحكم عادل متحاد الافريقي هدف انجاح البطولة فعلا انتواهم وحالم يا عزيزي محمد الهلالي وهدف انجاح البطولة فعلا وعدم اللعب خلف الكواليس هتكون مصر والسنغال في نهاية البطولة مصر وبوركينة فاسو ومصر ترجع بالكاسدة احمد زكريا مصر وبوركينة فيه ناس كتير متفقلة ببوركينة انا مشوفتش بوركينة قوي بصراحة يعني على مدار البطولة لكن الفريق اللي يوصل لغاية دور قابل النهائي في البطولة زي دي بالتأكيد فريق محترم جدا انا عرف ان هم يمكن من نسختين تلاتة كانوا 2013-2015 كانوا وسط ولعبوا نهائي امه افضلاتي بضبط ولعبونا في نص النهائي ونحن نتغلب معليكم بركلات الترجيخ يعني المنتخب قوي جدا وهيتعب المنتخب السنغالي صحيح نكمل بقية التعليقات ده كان رأي احمد علاء لو التحكيم عادل هيكون الطرفين مصر والسنغال ده سعيد سعيد او سيد سيد شو تلاحظ ان هنا القارة الوحيدة اللي بنتكلم فيها عن التحكيم اكتر من الفنيات نروح لعبدالله محمد بيقول ان شاء الله مصر والسنغال محمود ابو جريدا بوركينا فاسو واخدة كريتت عند المصريين هاي كويس يحيش يعني السنغال ومصر ان شاء الله ده ابو غزال ومحمد بين علي بيقول إن شاء الله بإذن الله مصر والسنغال مصر والسنغال ومصر والبوركينة مصر والبوركينة بالأداء اللي شفت منتخب السنغال هي ما تكسبش السنغال لكن منتخب السنغال كان فيه تعالي رهيب ضد غينية الاستوائية قد أن غينية الاستوائية تعادلت وكانت المغاراة صعبة جدا عليهم فلو التعالي دا استمر ضد بوركينة فاس بوركينة فاس منتخب مختلف عن غير الاستوائية ولو التعايد ده استمر من لعبة المنتخب السنغالي بوركينة هتتقهب بوركينة تتقهب طيب أسألك سؤال اللي كنت بقوله قبل ما أرى رأيي الناس إحنا هنلعب إزاي بكرة إحنا هنلعب إزاي ولا كيروش هنلعب إزاي لا إحنا هنلعب إزاي يعني إحنا مش ممكن الرجل يوصلنا للحتة دي وياخد الكردت لأنه خد جزء من الكردت برضه وصلح صورته بشكل كبير جدا هل تتققى ممكن يغامر بكرة مغامرة من المغامرات غير المحسوبة؟ لا لا ما أعتقدش أنه ما غامرش قبل كده فمش يجي غامر في المرحلة دي فالتشكيل هيبقى متوقع يعني صبحي هيبقى موجود في حراسة المرمة طبعا نظرا للشناوي وأبو جبل ممكن ما يكونوش متحين أو جهزين للمباراة في طبعا باك شمال الفتوح رغم أنه هو تعب جدا المباراتين اللي فاتوا وكان بيلعب عليه زي ما قال نادر اتنين من أفضل أفضل زهراء الجنب على مستوى العالم سواء سيرجوري أو أشرف حكيمي قل بين الدفاع أتمنى أن تواجد الوينش ممكن أي من جاهز والوينش مصواب ولكن تواجد الوينش مهم جدا عشان الكرات الهوائية لأن كولينز فاي الباك اليمين لمنتخب الكاميروني لو رجعنا الأهداف منتخب الكاميروني أو محاولاتهم على المرمى فهي غالبا من كولينز فاي عرضيات سواء لإيكمبي أو لأبو بكر تواجد الوينش في المباراة دي للتصدي للكرات الهوائية مهم جدا ومهم كمان أن فتوح يقابل كولينز فاي من قريب أو الجناح اللي موجود سواء مرموش أو تريز جي يقابلوه من قريب وما يدرش الفرصة أنه هو يرسل العرضية من الأساس ده مهم جدا في الجهة اليمنى طبعا موجود عمر كمال اللي قدر بيكتسب الخبرة وأعتقد دلوقتي أنه جاهز للمباراة وسط الملعب لو حمدي فتحي موجود فهو يبقى صمام الأمان قدام قلبين الدفاع ومهم جدا دور حمدي فتحي قدام لعيب اسمه جاملوه لعيب يونج بويز في الكاميرون لعيب ده بيلعب بيتواجد هو اللي بيحاول الخطة على الورق بتبقى 4-3-3 لكن هي بتتحول لأربعة اتنين بسبب جاملوه اللي بيتواجد ما بين الخطوط وبيسيب إيكمبي وأبو بكر في خط الهجوم حمدي فتحي هيبقى له رقابة لصيقة مع جاملوه في وسط الملعب طبعا الثلية موجود وإنني والثلاثي الأمامي لسابت مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح وإن كان ممكن تريزيجي يعني بعد المستوى اللي ظهر به يكون لي دور ويتواجد ما كان مرموش لأن مرموش برضو دسل أجوال أفريقية بس لغادي الوقت برضو تريزيجي ما تقدرش تحكم عليه أنه ياخد أساسي لأنه شوية برضو ياخد 60 دقيقة ويبقى تغير في شوية لكن لما ينزل تبديلة أعتقد والباك اليمين بتاع الكاميرون يبقى إلى حد ما ستنزل شوية يقدر تزيجي يظهر زي ما عملنا في المغرب أنا ده رأيي يعني والخلاف الرأيي لا يفسد للودة طبعا طيب خليني أروح سريعا جدا على كلام فاروق بس على حمد فتحي دور حمد فتحي مهم جدا 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 أمام الكاميرون زي ما كان مهم جدا أمام منتخب كودفور حمد فتحي وجوده مهم لأنه أنا وجهة نظر الشخصية أنا حمد فتحي أفضل رقم 6 داخل قارة أفريقيا بالكامل مش بقول في مصر داخل قارة أفريقيا لاعب مميز جدا في قطع القراط مميز جدا في التخطية على الظاهرين مميز جدا في التواجن ما بين قلب الدفاع فاللي معاه حمد فتحي زي ما بيقوله كده يمشي على الماء صحيح طيب خلينا نروح لفينسنت يانسن هو هولندي دولي محترف في صفوف فريق مونتري المكسيكي وكان بالمناسبة كمان يعني طالع نادر عارفه قال لي ده كان بيلاعب في تاترهام مظبوط كان بيلاعب في تاترهام عبل كده وبالتالي لعيب بالتأكيد إمكاناته كبيرة جدا حاليا هو بيلاعب في صفوف مونتري وإحنا سألناه وقال لنا رأيه عن مشاركة مونتري في كاس العالم ورأيه عن فريق نادي الأهلي ومشاركته الأولى أو في المباراة الأولى اللي هتكون مواجهة بين الفريقتين خلينا نسمعه ونشوف قال إيه ونرجع لديوفنا نفتح ملف الأهلي ومونتري لقاء السبت في بداية مشوارنا في كاس العالم للأندي إيه وكل جديد نعم 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 مووس مووسخير بديم المائل المعبة مع بعض جميلة مجالات جميع جميلة بابس نفسك لا يهمل ما يهمل ما فيakteانه كل شيء يحيصان يجب أن يكون مما أخave بابس نفسي ونفسي لذلك ستكون لدينا جميل يا جيد نحن جدًا ب DDK لهذا المعزة جميلة لنا. المساعدة تتعرض لنا. من الأولى. سنذهب إلى هنا في بعض الهدى. سنستطيع أن نفتح المشاهدين. سنعرف على المشاهدين. أتمنى أنه في طريقة جيدة. ثم نرى ما سيحدث. المهم أن كل الناس يرى الأهلي بمشاركته في النسخة الأخيرة من كاس العالم. ووصوله للمركز الثالث. واحتحقه للبرونزية على حساب بلميراس. مدية انطباع أنه الأهلي غير. وبالتالي زي ما نرى ونحترم فريق موتري. هم كمان زي ما فانسنت يانسن قال. يحترموا جدا نادي الأهلي. ويحترموا جدا قدراته. وإن شاء الله بإذن الله مباراة تكون في مصلحتنا أو في نتجاتها. نتجاتها في مصلحتنا إن شاء الله في بداية المشوار. شايفين المواجهة دي إزاي؟ وناس كتير جدا الآن السندي. على الرغم من السندي إحنا كنا مع بداية الموسم متفقلين جدا. ومستنين جدا البطولة دي تيجي. على الرغم من إحنا. خلينا نتكلم برضو. حطين إدينا على قلبنا شوية. نتيجة غياب عدد كبير من الأسماء في البطولة. إحنا دلوقتي بنتكلم إن البطولة تحولت تماما بالنسبة للعابة النادي الأهلي. لأن لو تكلمنا عن الدوافع اللي كانت موجودة قبل كده كانت مختلفة شوية. وقلنا نخش البطولة دي الأهلي بينافس على المباراة النهائية وبينفس على اللقب. لأنه خلاص حق إنجاز البرونزية. لكن دلوقتي خلاص في ظل الظروف الحالية والتضحية لصالح منتخب مصر. خلاص إحنا مش مطلبين من الجهاز الفاندي أو اللعيبة. غير إنه هما يقدموا عرض قوي. وأعتقد إن الدوافع بالنسبة للعابة الأهلي في البطولة الحالية كبيرة جدا جدا جدا. خصوصا إن التشكيلة اللي هتلعب أو اللعيبة اللي هتلعب كلها بتمتلك الحواد. سواء لو اعتمد مستر مسماني على اللعيبة الشباب. فهم طبعا بيمتلكوا الحماس تواجد للمرة الأولى في بطولة كبيرة زي كاس العلم الأندية. أو اللعيبة الأساسية المتمرسة في النادي الأهلي أو في تشكيل النادي الأهلي. اللعيبة اللي ما تضميتش للمنتخب هتحاول إن هي عندها الدافع تثبت جدرتها بالتواجد للمنتخب. واللعيبة اللي كانت بتاخد فترات احتياطية هيبقى دلوقتي قدامهم الفرصة. فالدوافع بالنسبة للنادي الأهلي كبيرة جدا. خصوصا إن الدغوطات خلاص اللعيبة متحررة شوية من الدغوطات لإن الجماهير عارفة كويس الظروف الحالية. وما بتطلبش اللعيبة غير بعرض جيد. فأعتقد إن النادي الأهلي كمان دفع مهم جدا ضد مونتريه. إن مونتريه قبل كده كسب النادي الأهلي مرتين. وفرصة جيدة إن إحنا يبقى فيه سقر شوية. ويمكن مستر موسيماني بيحب دايما اللقاءات اللي بقى فيها السقرية دي. هو تكلم عن الهزائم السابقة. فهيبقى بالنسبة له إنجاز التغلب على مونتريه يقدر يتفوق عليهم. خصوصا من الموجات السابقة كانت صالح مونتريه. أريه مونتريه كويس يا نادر؟ هو مونتريه بفريق شوية شايف إن الأجنحة عنده خطيرة جدا. بس طبعا هيفرق معنا إصابة اللعب فارجاز بالرباط الصليبي من شهر. فده هو اللعب من أهم اللعيبة اللي عندهم. بس عندهم فونس موري اللي هو المهاجم بتاعهم. ده كان متقلق جدا في بطولة 2019 اللي كانت في كاتر كاس العالم اللي لعبوا فيها ليفربول. عندهم خبرات عندهم هكتور مورينو نجم من نجوم منتخب المكسيك. ومشتروا صفقات أو عملوا صفقات قبل مشاركة في كاس العالم؟ ما اعتقدش لأ مشتروش لعيبة في يناير. يعني معظم لعيبة كمان اللي كانت موجودة عندهم دلوقتي. وفيه كمان إشاعة طالعة للفترة اللي فاتت. علشان مش عارف يعني سبب ظهور الإشاعة دي. علشان الغيبات اللي عند الأهلي. فبيت قال إن منكري عنده حداشر لعب غيب. ودي مش حقيقة هو لعب واحد اللي عنده روباط الصليبي. باقي اللعيبة دي هتلعب مع منتخبات بلدها. منهم لعيبة لعبة مبارح في مباراة كولومبيا والأرجنتين. من المنتخبين. وهيلعبوا النهاردة لعبة من منتخب المكسيك. وأول مبارح كان لعبة مع منتخب تشيلي. بس خد لك أنت عندك حكتين نقطتين مهمين جدا. أولا ماتش المكسيك يبقى الساعة خمسة فجر الخميس بتاعنا. فجر الخميس. النهاردة بالليل. اللي هو النهاردة بالليل. يبقى بكرة الصبح عندنا. المسافة. مسافة رحلة الصفر. والتوقيت. فرق التوقيت. الساعة البيروجية. بالتأكيد هيكل لها تأثير عشان تطلب من العيبة. يبقى بيلعب دولي في مبارازة ماتش مكسيك وبانما. ويسافر المسافة دي كلها. واختلاف التوقيت. ويلعب ماتش يوم المسافة برضو. بس الفكرة كله أن المكسيك صعدت. فنحن بنتكلم في نقطة العيبة. ممكن ما تلعبش. طبعا الساعة البيروجية. طبعا طبعا هتأثر بشكل كبير. بس طبعا مش هنقارن الغيابات في الأهلي بالغيابات. طبعا. أنا بتكلم بس في نقطة أن الناس اللي قالت الحدواشر لعب غيب. ده مش حقيقة. بس هم فريق محترم. أنا أعتقد أن نقطة الضعف اللي تكون عندهم. نحن نتكلم على قيمة السوقية كبيرة جدا. صفقات وانتدابات لسه أعتقد كمان. واحدة من آخر صفقاته. مشتره حاليس مارما من بوكا جونيورز. عندهم لعبة دولية كثير جدا. سوا في منتخب مكسيك. منتخب كولومبيا. منتخب أرجنتين. منتخب هولندا. يعتبروا أعلى قيمة السوقية في الدولة المكسيكية. تفسر بإيه؟ ده كله في كفة. وأنهم السنة دي مركز تاسع في الدولة المكسيكية. هل ده لي دلالة معينة؟ بس هم كان فيه التصريحات الأجيري مؤخرا. بيتكلم عن ضغط المباريات. ممكن يكون ده سبب في أن تأخرهم في الدورة المكسيكية. هو سبب ضغط المباريات اللي كانت موجودة عندهم. والفترة اللي فاتت كان فيه بيلعبه في أكتر من جهة. وفي خلال شهر تقريبا شهر ديسمبر أو شهر نوفمبر. لعبه حوالي سبع منشاط في شهر واحد. فده ممكن يكون أثر عليهم بشكل كبير. وده ده حاجة موجودة في القرطة القدم بشكل كبير. والذي بصمات خفير أجر يا فاروق. طبعا أنا كنت أعيز أتكلم على أجيري ده. لسه ولكن ده نقطة الضعف الوحيدة فيه. أجيري عنده مشكل وموجودة في منتريه لحد الوقت. المساحات كبيرة جدا. لازم أعتقد أن المحلل الأداء اللي موجودين في الجهاز الفن نادي الأهلي. على دراية تم بصغرات منتريه. لأهمها المساحات لأنه بلعب بدفع متقدم دايما. لو إحنا أدنا لهم الكورة وبقت معهم. وإحنا الضغطة عندنا بقامت بريس اللي هو الضغط المتوسط. وقدرنا نخطف الكورة في وسط الملعب. عندنا مساحات كبيرة جدا في التحولات الهجومية. وعندنا طبعا لعيبة اللي بتمتاز بالسرعة كتير في النادي الأهلي. وكما من العيبة اللي بتقدر تعمل اللونج بوس بشكل كويس سواء أفشأ أو سواء مع عبدالقادر. فأجيري لسه الحد الوقت يبقى أخطاءه بمشاكله اللي موجودة منتخب مصر. وقبل كده معتلتكم مدريد. وقبل كده في مسيرته كلها. فأجيري هو بمثل صغرة لمونتريه. ويمكن.. يعني مسيماني في موجة أجيري؟ أفضلية المسيماني. أفضلية المسيماني. أعتقد مسير مسماني مجهز لمونتريه بشكل كويس جدا. وتجاربه اللي فاتت دي. هنشوف حاجات جديدة في المباراة. محتار في التشكيل؟ طبعا. مين مش محتار في التشكيل؟ التشكيل بالنسبة لي طبعا. وبالنسبة حتى للجهاز الفني أعتقد أنه كان فيه تفكير كبير جدا في التشكيل. لكن أعتقد فيه أسماء هتبقى موجودة وهتتواجد. ما خدتش فرصة في المباراة كتير فترة اللي فاتت. لكن تواجدها بشكل أساسي شيء مهم جدا. طب نكلم على لعبة دولية زي محمد مجدي أفشا. ولعب صاعد. حطيني التشكيل من وراء القدام بقى. صعبة. بس خلينا نتكلم أن علي لطفي حجز مكانه كحارس مرمى. محمد هاني في المركز الظاهير الأيمن. ألبين دفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة. الباك الظاهير الأيصر. أعتقد محمد أشرف ظاهير أيصر أثبت وجوده بشكل كويس جدا. وأتمنى أنه يأخذ الفرصة ويتواجد في المباراة دي. يمكن محمود محيد موجود. ولكن أعتقد أن محمد أشرف معلول. ومعلول رجع صح وممكن يتواجد. بس خلاني نتكلم أن معلول حتى في بطولة الأمم. ما أنا فاهم بس برضو يعني خبرة. طبعا لو جاهز يبقى معلول. أعتقد معلول آرابي. ديانج موجود في وسط الملعب. ممكن يتواجد معي عمار. معلول هو قدامك على الشاشة بيرد عليك جاهز. أتمنى يكون بدنيا جاهز للتواجد. لأنه كان عنده أصابة حتى في مباراة تونس الأخيرة. تواجد في الشوت الثاني. ولو هو جاهز بدنيا طبعا الأفضلية للمعلول. لكن الاحتياط بتاعه محمد أشرف يعني. تمام. في وسط الملعب اللي بنتكلم في ديانج. بشكل أساسي لأنه ما أرهقش في بطولة الأمم. بشكل أساسي خالص في مباراة مع المنتخب مالي. قريبة بصراحة. لأنه عندهم في وسط الملعب أسماء كبيرة جدا في الدورة. عندهم ملعب بس تقريبا مالي. قوية جدا في وسط الملعب منتخب مالي. فديانج ما تواجدش. يبقى متواجد. على فكرة ديانج يلعب جدا مرتاح في أي نادي في الدورة الإنجليزية. يعني ديانج الحقيقة لعيب يعني مع لهوش. لا يوجد كلام يعني. أتمنى أن دية أوروبا يعني تغض النظر عن ديانج. فديانج يبقى موجود. وأتمنى عمار يبقى موجود معه في وسط الملعب. وتواجد عبدالقادر وقفشة وحسين الشحات. ورأس الحرب الموجود هو. نشوف مستر مسماني مجهز لإيه. لكن أعتقد من الأسماء الموجودة هو طاهر اللي ممكن يبقى موجود في مركز. عظيم جدا. كل التوفير لرجالتنا الحافظ والدافع. يعني يمكن نجوم كثير جدا في النادي الأهلي. سواء من الشباب اللي طلعين ولفتوا الأنظار ليهم في بطولة كاس الربطة. أو من النجوم اللي لم يتم استدعائهم للمنتخب الوطني. هم بالمناسبة دوليين وعندهم خبرة دولية كبيرة. أو حتى نجوم النادي الأهلي اللي لم يتم استدعائهم أو مشاركتهم مع منتخب مصر. كلهم الحقيقة وجدوا الفرصة بين يوم وليلة. لقوا الفرصة متاحة قدامهم للمشاركة في أهم وأكبر بطولة بتنتظرها جماهير الأهلي من السنة للسنة. وبالتالي الفرصة دي ممكن تكون الحافظ والدافع سواء عند الشباب الصغير أو عند النجوم الكبار. إن هم إن شاء الله بروح الفرنيلة الحمرة يقدموا مفاجأة يوم السبت لجمهور النادي الأهلي. وتجاوزوا عقبة مونتري ولي كل حادث حديث ذا ما بيقولوا. وبعد كده بقى نتكلم وبعد كده الدوليين إن شاء الله ينضموا البعث النادي الأهلي. ويبقى لينا مشوار تاني ومختلف في بطولة كاس العلم للأندي. أشكر حضراتكم على المتابعة. كل التوفيق لنجومنا إن شاء الله بكرة قدام الكاميرون. وكل التوفيق لنجومنا إن شاء الله يوم السبت قدام مونتري. ونسيبكم ونختم حلقتنا مع لقاء أجرينا في السادسة مع السفير الإنجليزي جارث بيلي في القاهرة. عن موضوعات كثيرة جدا عن منتخب مصر وعن نجوم مصر المحترفين في إنجلترا وأهمهم طبعا وأبرزهم محمد صلاح. حسبكم مع السفير الإنجليزي جارث بيلي. هنشوف قال إيه ونشوف حضراتكم وقابلكم على كل خير إن شاء الله في السادسة الإسبوع اللي جاي. أشرف لك أي سفير بيحترق على القادة الأهلي. يعني مش حاجة بسيطة خالص. تشرفنا شكرا. هل في حد مش مبهور من مصلاح؟ مصلاح الملك المصري. أنا أعتبر مصلاح كسفير بين بريطانيا وإنجلترا. وبرضو يعني هو سفير مش بس للكرد القدم بس سفير للإسلام. وأنا شايف الراجل ده على الملعب. هو يعني عنده مهارات عظيمة. هو المشجعين والمعجبين به بيقلدوا السجود بتاعه. وهو يعني إذا بيقسب بيأخد قول. دام يعني هو نموذج. نموذج للإسلام. نموذج للشباب. وبالضعف لذلك فوق الكل هو القسر. الثقافي ورياضي ما بين بريطانيا وبين مصر. فيه طبعا محمد الناني فيه برضو يعني ترزجيه. فالنتيجة هنا أن أظن على حسب الإحصاءات الأخيرة. أظن أن الدور الإنجليزي يعني الجمهور المصري. يعتبر من أكبر المشجعي ومعجبين الدور الإنجليزي. فهذا دعا بيساعد أي السفير بريطاني. لما نفكر فيه البريمير ليك. ومتفكر فيه على أي بعض المصريين على الملعب. ومثل ما قلت يعني نماذج للشباب. نماذج للثقافة. نماذج للإعلاقات بين البلدين. النتيجة سهلة جدا يعني. الكمهور المصري كل يوم السبت بيتفرجوا على البريمير ليك. فالحمد لله. المفروض بس أنا سفير بريطاني. فهذا فيه برضو يعني ناس. هيا بقى فيه ناس تانيين بيقولوا لا. بس أنا شخصيا اعتبر هو أفضل لائب. مش بس في الدول الإنجليزي بس في العالم بشكل عام. إذا ممكن نبلغ في الموضوع معلش. بس الراجل يعني ساحر. واذا فيه عندنا ساحر زي ده. وهو لسه شاب. هل هناك أفضل من مصلاح على حسب انتباعه الجمهور المصري؟ لا أبدا. وهو كسب برضو يعني لقبات رسمية كأفضل لائب في أفريقيا مثلا. وثالث أفضل لائب عند الفيفا. فدي يعني لقبات رسمية وتوثيق لمنصب مصلاح كالملك المصري وملك الكرة القدم. أي فيه ناس بتسأل عن إمكانيات. أعتقد إمكانيات ومش احتمال. أن مصلاح طبعا يدور على فرص مختلفة. مع أندية. مع دوادي زي ريال مادريد برسلونا. طبعا. طبعا. السفير الإسباني هيكون مبسوط جدا. وهو صحبي. وأحترم بإسبانيا طبعا. لكن في النهاية يعني. أنا ما بتصورش أنه في دوري أكثر مثير. ما فيش مقارنة منافسة لدوري الإنجليزي. وبرضو يعني. أنا أعتبر مصلاح كجزء اللي هي تجزئ عن نادي ليبربول. فبعني طبعا. يدور على إمكانيات مختلفة في المستقبل. الرجل حر جدا. والشعب البريطاني ممنونين جدا. بس فيه نوع من الحب عند الشعب البريطاني والشعب الإنجليزي. في ذات تياح مصراحة. فإن شاء الله هيبقى معنا. ممكن أن نكلم بالأحلي. وفي عندي حكاية. أنا كنت هائد في بديلة أكسفورد في إنجلترا. لديسمبر. ليس لديسمبر اللي فات اللي قبل. وأحلي كان في الماتش دود كايزر تشيفس. وكسب ثلاث أهداف مقابل 0-0. وأنا كنت أتفرج على الماتش مع صحبي هشام. هشام هو إذا هشام موجوب تتفرج على الجانيل. أحلي هشام مثل حضرتك. ولكن هشام أنا كنت مثل إديدة. أحلي يكسب على طول. وهو الآه ده المرة العاشرة. نادي واحد بس. ده مش معاول. يعني في منافسة للأهلي. في أي نادي. طبعا احترم بالزمالك. ولكن هناك منافسة للأهلي في أفريقيا. أكيد لا. يعني أحلي في صنف لوحده. الأهلي طبعا آخر مرة. لقب في المنديال. يعني يكسب بالدورة الثالثة. يعني المرتبع الثالث. فطبعا أهلي يعتبر كنادي خطير جدا. وقادر جدا. ولذلك يعني تشالسي. نعتبر برضو. يعني تشالسي قسبت البريمير ليج ست مرات. وبرضو تمانية. أزون تمانية جوائز في أوروبا. فأتطلق لمنافسة ماتش مباشر بين الاثنين في الفاينل. وفي الآخر أنا في عندي اعتراف. أنا سكوتلندي جنسية. فالإسكوتلنديين يشجعون أكثر النوادي في إسكوتلندا. مثلا أنا مسقط رئيسي أبردين. وأبردين ليس يعتبر كنادي من المرتبة الأولى. لكن الأمر بسهل. إذا أختار بين جلسي وبين أهلي. طبعا أختار أهلي لسبب لكوني كسافية بريطاني لمصر. وأنا أحب جلسي. لكن لا يوجد علاقة هنيمة بين جلسي. فالرسالة للأحلي بتوفيق في المونديال الأندية. وإن شاء الله نادي الأحلي هيوجه جلسي في الفاينل. وبتوفيق للأحلي في الفاينل. الرسالة للمنتخب المصري طبعا ممكن أهم. وهي بتوفيق يا مصر. أنا شفت المتش بتاع المنتخب المصري دود المغرب من يومين. وأنا شفت نوع من الأروح والتصميم. مصممين اللعيبة مصممين للفوز للكسب. كان هناك نوع من الإصرار على الكسب. وكان هناك شراكة ما بين فيلا تريزي جي. وبين نيفربول موسلاح في الجول ده العظيم دود المغرب. فحتى لو الإمكانيات صعبة جدا. وكاميرون يلعب في كاميرون وسط جمهورهم. في نهاية توقع أن المنتخب المصري سينتصر إن شاء الله. وإنتصار وبالإيمان. فبتوفيق يا مصر. وتطلق إلى الفاينل. وتطلق إلى الوقت أن مصر ترفع الكأس في أيديهم. وتستولى منصب المستحق إليهم. إن شاء الله.